خرجت جموع من جماهير مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور متوجهة إلى قيادة الفرقة الخامسة عشر مشاهل جنينة لتحية القوات المسلحة على وقوفها مع الشعب خاصة في فترة الاعتصام أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة الخرطوم وقد رفعت الجماهير العالم الوطني لجمهورية السودان تعبيرا عن الفرحة بتحقيق المطالب والإصلاحات التي طالبت بها الجماهير المعتصمة أمام القيادة العامة وصفت الخطوة بأنها انحيازا للجماهير نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا القرار الجري لقواتنا المسلحة ذلك لأن الشعب السوداني عاش فترة طويلة من المعاناة من ناحية الفقر ومن ناحية حتى قل عنه وجبة الطعام والشراب ولذلك نحن في تقديرنا أن هذه المعاناة دفعت شباب السودان إلى الخروج والاعتصامات والهتافات والمظاهرات من أجل مستقبل جديد والحاجة الذي تم في هذا اليوم هو من عند الله عز وجل ولسبب الضغوطات التي حصلت في السودان اقتصادية وسلاسية إلى غيرها الآن الحمد لله يعني الشيء أنا مخصوط منه جدا أنه يعني ما في دماء يعني بالصورة كان يعني فيها تخويف وداء أمر إله وربنا سلم الأرواح لجميع كافة السودانيين والعالم أنه نعنا دائرين حكومة مدنية ترائح حقوق الشعب وتخدم ما يريده الشعب أعلن عدد من مواطنين ولاية جنوب دارفور تأييدهم لقرارات القوات المسلحة بتكوين مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد وحل الحكومات القومية والولائية والمجلس الوطني ومجلس الولايات والمجالس التشريعية بالولايات وقالوا أن هذه الخطوة جنبت البلاد الصراعات التي عانى منها المواطن وطلب آخرون أن تكون من أولويات المجلس العسكري في المرحلة القادمة قضايا شباب الثورة والسعي لتهيئة البيئة لحكومة مدنية تلبي طموحات المواطن وفي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور خرجت جماهير الولاية ترحيبا بقرار الجيش الإطاحة بالرئيس البشير عبرت جماهير الولاية عن ارتياحها للقرار وعربت الجماهير عن أملها في أن يسهم التغيير في تحسين الأوضاع في البلاد وطالبوا بأن تكون الحكومة القادمة حكومة فاعلة وتهتم بقضايا الناس ومعاشهم وعلنت لجنة أمن ولاية شمال دارفور برئاسة والدولاية الفريق الركن النعيم خضر مرسال في اجتماعها بالفاشر ترحيبها وتأييدها لقرارات اللجنة الأمنية العليا القومية أحل الحكومة بكافة مستوياتها وأكدت لجنة الأمن بأنها ستكون سندا وعضدا لها في تحملها المسؤولية الوطنية التي اقتضتها ضرورات المرحلة بتغيير النظام لفترة انتقالية لعامين في إدارة الدولة حماية للوطن والمواطنين متمنيا أن يجنب الله البلاد الفتن والمحن شمال دارفور ولجنة أمن الولاية وكل مواطنية يرحب ترحيب حار بالغرارات السورية للجنة العليا للسودان برئاسة سعادة الفريق عوض بن عوف وإذن أهدهم بأننا سنكون لهم السدد والعدد بإذن الله سألين الله تعالى أن يجنب السودان الفتن والمحن وأن يوفقه وبإذن الله سنقف معهم غلبا وغالبا وإلى جماهير شعبنا الأوفياء بولاية شمال دارفور لعلكم تابحت الموقف السياسي بالسودان واستجابة اللجنة الأمنية العليا بالسودان التي غررت تحمل المزولية الكاملة بتغيير كل النظام لفترة انتقالية لمدة عامين تتولى فيها الغوات المسلحة بصورة أساسية وتمسيل محدود لمكونات تلك اللجنة مزئولية دارة الدولة والحفاظ على الدم الغالي العزيز للمواطن السوداني الكريم وأكد قائد الفرقة السادسة مشاهل لواء الركن مالك الطيب الحفاظ على مقدرات المواطنين وحياتهم وتعزيز الأمن والاستقرار مشيرا لاحتواء بعض الظواهر التي صحبت أفراح أهل الولاية بالعهد الجديد وارع فرحاً في هذا النصر وبعد سماعنا للبيان الجميع فرحاً كثيراً والحمد لله يعني يمكن طبوحات الشعب السوداني بعد سماعنا للبيان إن شاء الله ستحقق كلها بإذن الله تعالى يمكن الولاية الآن بتشهد هدو واستغرار تام في كل أرجائها كل محلياتها كل أرجائها كل المشاهات الحيوية كل المشاهات الاستراتيجية بالولاية مؤمنة تأمين كامل شامل وإن كانت هناك بعض التفلتات البسيطة والتي تم السيطرة عليها والآن نعاهد شعبنا شعب السوداني جميعاً والشعب في الولاية على وقت الخصوص بأن الأمن حيستتب أكثر وأكثر فيما أوضح مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوق دكتور عماد الدين عبد الرحمن ترحيب الشرطة بالمرحلة الجديدة التي تشهدها البلاد مبيناً أن الشرطة استطاعت بفضل وعي المواطن احتواء بعض الظواهر السالبة التي أرادت الإساءة لأهل الولاية وأكدان استقرار الأوضاع بالولاية بعد الخطط التي وضعتها لجنة أمن الولاية نبارك لمواطنين لشعب السودان التغيير ونزل رباً سبحانه وتعالى أن يكون نعمة لرخاء قادم ووافر وتنمية بإذن الله سبحانه وتعالى ولاية شمال دارفور كغيرها من ولاية السودان المختلفة تلقت هذا التغيير منذ الصباح الباكر وحقيقة يمكن بعد صدور البيان شهدت الولاية بعض التفلتات الأمنية وتم احتواء بحمد الله سبحانه وتعالى وبفضله لجنة أمن الولاية حقيقة في إطار التنظيم والترتيب تم إعداد خطة لمجابهة أي مخاطر تحدث لاحقاً ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة